اخبار اليوم قامت مجموعة ارهابية بالهجوم على عدد من الكمائن الامنية للقوات المسلحة بمنطقتين الشيخ زويد ورفح في توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة واسلحة ذات اعيرة مختلفة وقد تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من التعامل مع هذه العناصر الاجرامية واحباط كافة المحاولات الارهابية من تحقيق اهدافها وقد قامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم وقتل ما لا يقل عن مئة فرد من العناصر الارهابية واصابة اعداد كبيرة منها بالاضافة الى تدمير عشرين عربة كانت تستخدمها تلك العناصر الاجرامية وجاري الان تنفيذ عمليات التمشيط بالمنطقة وقد اصفرت هذه العمليات الاجرامية عن استشهاد سبعة عشر من ابطال القوات المسلحة منهم اربعة ضباط واصابة ثلاثة عشر اخرين منهم ضابط اثناء قيامهم باداء واجبهم الوطني شعب مصر العظيم ان قواتكم المسلحة تقود حربا شريسة ضد الارهاب دون هوادة ونؤكد لشعبنا العظيم اننا لدينا الارادة والاصرار لاقتلاع جذور هذا الارهاب الاسود ولن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الارهابية وينعم وطننا الحبيب بالامن والاستقرار حفظ الله مصرنا الحبيبة واسكن شهداءنا الابرار فسيح جناته والهم الشعب المصري الصبر والسلوان اشتركوا في القناة